هاي انت ايوة انت بتعمل ايه سيبي الوراك واللي قدامك دلوقتي علشان انت بتتفرج على قناة موسوعة الافلام بيبدأ الفيلم في فلوريدا سنة 1981 مع بنت صغيرة اسمها فيوليت في رحلة مع مامتها وبتسيب مامتها وبتمشي شوية وبتدور على الورود لانها بتحب الورود جدا وبتلاقي ست قاعد عند البحيرة واسمها روز وبتقول البنت ان الناس بتحب تناديها روز صاحبة القبعة البنت بتقول لها الطائية دي شبه طوائز سحرات قالت لها طب ايه رأيك اوليكي خدعة سحرية والبنت وفقت على طول راحت مطلعة روز من الطائية بتاعتها وردة والبنت فرحت بيها جدا وهي بتتفرج عليها لمحت البنت ناس كتيرة وقفة في الغابة وخافت البنت وقالت لروز انها لازم تمشي بس ساعتها مسكتها روز من ايديها جامد وانيها لمعت والناس اللي في الغابة ابتدوا يقربوا عليهم وخطفوا البنت وبنروح على فندق وطفل صغير اسمه داني بيلعب بالعجلة بتاعته في طرقة الفندق وبيشوف شبح لست شكلها وحش جدا وساعتها بيصحى من نوم مفزوع وبيطلع انه كان بيحلم وبيصحى من نوم بيروح للحمام لكن بيسمع صوت غريب في البنيو فبيقف مكانه وفجأة بيلاقي الست اللي شافها في الحلم خارجة من البنيو وماشي ناحيته وبيجري بسرعة برا الحمام وبيصرخ وبتيجي امه بتهديه وفعلا لما امه تدخل الحمام شافت اصار رجلين خارجة من البنيو مبلولة وداني من وقتها وهو مش قادر يتكلم وبيعد اليوم بيقعد داني مع راجل اسود بس الراجل ده عبارة عن روح طيبة موجودة في الفندق واستمروا نيزهر لداني وفهم داني ان الاشباح بتطرده لان فيه شيء مميز اسمه بريق الروح ودي بتكون نقية لدرجة انها بتخلي صاحبها يقدر يشوف العالم الاخر وطلع الراجل لداني صندوق وقال له انا عاوزك تحفظ شكل الصندوق ده كويس واول ما تشوف شبح عاوزك تحبسه جواه وبعد شوية داني قاعد بيتفرج مع مطعة التلفزيون وبيقرر انه يوم يدخل الحمام وهو رايح الحمام لقى الست اللي بتجيله في الكوابيس تاني قعدة في البنيو بس المراضي داني دخل الحمام وقافل الباب وفجأة ظهر صريخ بس المراضي صريخ الست وظهر الصندوق اللي بناه داني في خياله وحبس الست دي جواه وبيعد الوقت وبنوصل لسنة 2011 والوقت ده بيكون داني كبر في السن وبيكون داني في الحمام وبيفتكر اليوم اللي قبل كده لما كان في البار وقامت خناقة وحتى ضربه وبيظهر بعدها داني انه خرج ورح مع ست بيتها بعد ما مشوا من البار وبيحاول داني انه يسرق الفلوس من البنت دي لكن بتظهر له روح الراجل الاسود وبتقول له رجع للبنت الفلوس بتاعتها لكن داني بيحاول يقول له ان البنت دي اخدت فلوس واشترت بيها مخدرات لكن الراجل قال له انك ممكن تحبس الارواح دي في سنة دي لكن الافعال هتفضل معاك طول عمرك وبعد كده بنروح لبنت اسمها أندي قعدة في سينما وبيجي الراجل ويقعد جنبها ويحاول يتحرش بيها لكن أندي بيكون عندها امكانية انها تقدر تتحكم في عقل اللي قدامها فبتنيم الراجل وبتسرقه وبتحفر له على وشه علامة للذكرى كده بس بيكون وراها روز واحد تاني اسمه كرو وامتبعين الموضوع من اوله وبتخرج أندي من السينما وبتطلع وراها روز وبتاخدها معاها بيتها وبتحاول روز انها تقنع أندي انها تنضم معاها في الجماعة وانها لو انضمت ليهم هتفضل شابة ومش هتتقدم في العمر ابدا وبنروح على حفلة مدرسية وبيكون فيها ساحر بيقدم خدعة سحرية للاطفال وفي بنت صغيرة وابوها اسمها إبرة ولما الساحر بيعمل خدعة بالمعالق بتقول له إبرة على فكرة أنا قدر أعمل الخدعة دي بسهولة جدا ولما روحت إبرة وباباها البيت دخل باباها وممتها البيت لقيوا كل المعالق متعلقة في السقف بصوا الإبرة راح تبص في الأرض راح كل المعالق وقع على الأرض وساعتها بيصحدان من النوم مفزوع لأنه حس بالبريق بتاع إبرة وبنروح لأندي وهي قاعدة على الشط وبتيجي روز تسألها لو كانت جهزة ولا لأ وبصت أندي لقيت ناس كتير متجمعة وبتسأل روز قالت لها مين دول فقالت لها دول أريب هتعرفيهم كويس وبدأ واحد فيهم يقول التقوس وطلعت روز من معاها إزازة مقفولة وبتقول إن ده بريق بنت اسمها فيوليت وإنه مميز جدا بالنسبة لها وبدأت روز تسحب البريق من الإزازة وتدي الأندي وابتدت أندي تتشنج وغمضت عينيها وفجأة فتحتها ظهر فيها بريق نفس اللي كان في عيون روز وبنروح لداني اللي صحي من نوم لقى فيه شبح حضنه والشبح ده طلع البنت اللي كان هيسرق فلوسها هي وبنتها وبيروح عندي الواحد صحبه اسمه بيلي وبيطلب منه أن يساعده يبطل شرب لأن الشرب بيخليه يعمل الأفعال دي أخذ بيلي وراح بيه على جلسات علاج في مساحة وفي المجموعة دي كان فيه واحد اسمه دكتور جون ولاحظ داني أن دكتور جون ده سعته ضائعة وقال له على مكانها بالزبط ولما دكتور جون قبله تاني قال له أنت إزاي عرفت مكان الساعة بتاعتي لكن داني تهرب من السؤال وقال له أنه كان مجرد تخمين واشتغل داني مع دكتور جون في المستشفى وتاني يوم وهو شغال لاحظ أن فيه قطة بيضة دخل قوضة بتاعت مريد ولما دخل داني قطة المريد لقى راجل عجوز بيقوله أنه معده جيه وأنه هيموت وأن القطة دي بتحس باللي معده جيه وبتيجي علشان تقعد جنبه فالرجل ده كان خايف لكن داني طمنه وقال له ما تخافش المدة زي النوم بالزبط ساعتها طمن الرجل العجوز وأطلق على داني لقب دكتور سليب وساعتها طلعت أنفسه الأخيرة ومات ولما رجع داني البيت بعد الشغل لقى مكتوب على الحيطة هلو وفي الآخر علامة سمايل رح كاتب جنبها كلمة هاي وطلع أن البنت الزغيرة هي اللي بتتواصل معه وبتعدي 8 سنين وبنشوف داني وهو متعافي وبيقول أنه قدر يتغلب على الشرب على عكس والده وبيرجع البيت وبنعرف وقتها أن طول فترة 8 سنين وهو على تواصل مع إبرة وبنروح على جماعة روز وهما بيدوروا على فريسة جديدة وبيقول كرو لروز إن الناس الأيام دي يتيها في الملزات وده بيأثر على البريق بتاعهم وقرروا إنهم يرقبوا طفل وكان بريقه مميز جدا ومش يورى بعد ما خلص ماتش بيسبول وساعتها أندي استعملت قوتها في إنها تخلي الولد يركب معها وخدته الجماعة وربطته في الأرض وتلموا حواليه وقعدوا يتغزوا على البريق بتاعه وبعد ما مات حست إبرة بيهم وصرخت صرخة حست روز بيها وفي نفس الوقت الصحي أندي من النوم لها إبرة كتباله جريمة قتل وروز وهي بتدفن الطفل اللي مات بتقول لكرو إنها حست ببنت شافتهم وهم بيقتلوا الطفل وإن البنت دي البريق بتاعها قوي جدا وقدرت إبرة بعدها عن طريق قدراتها إنها تحدد مكان روز وتتواصل معها ولما حست روز بوجودها صرخت إبرة صرخة قوية جدا طيارة روز من مكانها وقعتها على الأرض وبعدها بتعرف إبرة توصل لمكان داني وتقابله وقالت إبرة لداني على معلومات كتير جدا وقالت له كمان إنها عارفة المكان اللي دفنوا فيه مكان الطفل لكن داني كان خايف يساعدها وبيقول لها إنه لازم تخلي بالها وما تظهرش قدراتها دي لأي حد لإن جماعة روز لو عرفت هتوصلها وهتئزيها وبالليل وداني شغال لقى القطة البيضة دخل قطه أم دخل داني وراها لقى روح الراجل الأسود جوا حكاله داني عن الجماعة اللي بتقتل الأطفال وبتتغزى على البريق بتاعهم وقال له كمان على القدرات بتاعت إبرة وإن الجماعة عارفوا بوجودها وقال له الراجل الأسود إنه لازم يساعدها مهما كانت تمن وقال له كمان إن دي هتبقى آخر مقابلة ليهم مع بعض وراح داني وطلب من صاحبه بيلي إنه يجي معاب العربية بتاعته علشان يطلعوا الجثة بتاعت الطفل وفجأة في العربية ظهرت إبرة لداني في العربية عن طريق التواصل وقالت له إبرة إنها تواصلت مع روز وخافت منها ولما داني قال لها تواصلت معها إزاي دخلت إبرة جوه عقله وشافت السندي اللي كان داني بيحبس فيها الأرواح ولما سألته عنها قال لها لما كان صغير كانت بتظهر له الأشباح دي وبترعبه وقدر إنه يصنع السندي دي جوه عقله علشان يحبسهم فيها وبعد ما قدروا يسترجعوا جسط الطفل راح داني لبيت إبرة وورت إبرة لأبوها الجماعة والأفعال الوحشية اللي بيعملوها وقال داني لولد إبرة إن الجماعة دي دلوقتي بتدور على إبرة وعايزة توصل لها ورحوا كلهم بالعربية جوه الغابة وسابوا إبرة في البيت وصل بعدها بوقت قصير أعضاء الجماعة وقدرت إبرة من مكانها إنها تسيطر عليهم وقعد داني وبيلي خلصوا عليهم واحد وراء الثاني لكن في الوقت اللي أندي بتطلع فيها نفسها الأخير إنها بتتحكم في عقل بيلي وتخلي يقتل نفسه وفي الوقت دا كان كروه قادف يوصل لمكان إبرة ويقتل أبوها ويخطف إبرة وابتدى داني يحاول يتواصل مع إبرة وبيتواصل معها وفعلا قدر داني إنه يتواصل معها ويحدد مكانها في العربية وقدر داني يتحكم في جسمها ويخليها تغير مصار العربية وتعمل حدثة وبتفوق بعدها إبرة وبتخرج من العربية وبتلاقي كروه بيموت وبيقابل داني إبرة وبياخدها وبيسافر على أوهايو وبيقولها إنه روز بتدور عليهم والمكان الوحيد اللي بيستخبوا فيه هو الفندق وبيدخل داني الفندق وبيشغل الغليات بتاعة الفندق وكان كل ما يدخل مكان ينور وساعتها بتوصل روز الفندق وبتدخل علشان تقابل داني وإبرة وبتدور معركة بينهم وبتقدر روز إنها تعذب داني وتتغزع البريق اللي خارج منه وفي الوقت دا بيكون خلاص داني هيموت فبيقرر إنه يفتح كل السندية المقفولة جوا عقله علشان يطلع الأشباح منها وفعلا بيطلعوا كلهم وبيمسكوا روزة وبيتلموا عليها وبيتغزوا على البريق بتاعها وبيتموت لكن فجأة بيلاقي كل الأرواح تلمت عليه وبتستحوز عليه الأرواح وبتسيطر عليه وبعدها بيدور على الإبرة علشان يقتلها وبيمسك فاس وبيكون لسه يقتلها لكن بيستعيد وعيه وبيوقف اللي كان عايز يعمله وبيطلب من إبرة تهرب من الفندق علشان لازم يولع فيه وساعتها بيولع في الغلاية والنار ابتدت تمسك في المكان وبيشوف داني نفسه هو صغير وأمه بتوسيه وهو بيموت وفي الآخر بتظهر إبرة وهي بتتواصل مع روح داني بعد ما مات زي ما كان الرجل الأسود بيعمل معاه وبتظهر إبرة داخل الحمام وشبح الست جوه وهتبتدي تعمل السندية الخاصة بيها فعالها وتحبس فيها أرواح الفندق وبكده ينتهي فيلمنا النهاردة لو عجبك الفيديو ما تنساش تعملنا لايك والاشتراك في القناة وتفعل زر الجرس علشان يوصلكم كل جديد ونشوفكم الحلقة الجاية